السلام عليكم وازايكم واخباركم ايه يا رب كرم الف خير النهاردة احنا في فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة كده افكار وحيل وكمان منظمات وادوات حلوة جدا للمطبخ زي ما احنا شايفين كده مع بعض لازادها الحلوة دي كده بتاعب بقى الادوية والبرشام والحاجات الحلوة دي عملية طبعا في الخروجات وكده وشايفين بقى الكمامة الزكاية الحلوة دي منها كمان كده بتحمل عين وتقدار كمان تنزليها كده وتشوفيها زي ما انت شايفة كده واكه تفاح الحاجات دي كلها حلو جدا كمان برضو بقى الهراسة بتاعت التوم الزكاية دي عجبتني جدا 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 سريعة جدا بتكة واحدة كده بسيطة بتهرس معاك التوم بمنتهى السهولة وبتشطف كمان معاك بسرعة كمان برضو اللي عجبني طبع الفاكهة او الخضار ممكن تسلقي فيه الفاكهة او الخضار على النار بمنتهى السهولة زي ما احنا شايفين كده عزاي بس طبعا انا طالبة منكم قبل ما نكامل فيديو النهاردة ما تنسوش طبعا اللايك والاشترا اشتراك في القناة وتفعيل كلمة الكل عشان يوصل لكم بيشعارات بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها وكمان برضو اسفة طبعا على صوت يا طبعا صوتي رسا متغير شوية بعد العملية يعني الحمد لله بيتحسن شوية شوية بفضل طبعا الحمد لله بفضل ربنا اولا وسانيا كمان بفضل دعواتكم الحلوة انا كمان في الفيديو ده بشكر كل الناس اللي دعات لي وكل الناس اللي كتبت لي كومنتات حلوة بشكر كل الناس اللي وافا معايا وكمان مش مش ناسية فضل اي حد علي خالص الحمد لله والشكر اللي اولا واخيرا وسانيا طبعا ليكم. تمام هنا كمان بقى شايفين بردو المنظم الحلو ده بتاع المعجون وفرش الاسنان والكلام ده كله جدا طبعا بمنتهى السهولة يعني طبعا بقى عشان حاجات دي بزيب بتعمل عفونا كده في في المطبخ او في الحمام شايفين بردو بقى كمان بقى الكوانت الحلو ده اللي بيخسل بقى طبعا بقى الناس اللي بتحابي بقى تربية القطط والكلام ده كله الكوانتي حلوة جدا وسريعة في تربية القط بقى في تنظيفها وكده. جينا هنا بقى للمعطر او بتاعة البرفون دي وكمان حلوة جدا ان هي كمان فيها شاحن كده للموبايل. والحنفية الزكية اللي عاجب انا عن نفسي عاجباني جدا الحنفية دي. انا قلتلكوا طبعا انا جايبة منها عندي في البيت وحلوة جدا جدا عملية جدا في البيت وكمان حلوة. هنا كمان برضو بقى منظم بقى بتاع المساحة والمقشة والشرشوبة والكلام ده كله حلوة جدا كمان. وكمان بياخدش معاك مساحة ومبتحسيش بها. شايفين بقى اللي اخده شكل دودة القز دي شوية او الدودة اللي هي كوقاعة دي شوية شكلها حلوة جدا كمان بتعمل بقى الصابون وكده حلوة اوي. وكمان بقى العزيزي الببسي الكبيرة اللي كنا طبعا بنعاني بقى من نعرفش طبعا نعمل فيها القباية وكده دي حلوة جدا منظمة حلوة اوي. وكمان هنا بقى ده زي منظم كده في الحوض معاكي بتخسلي بقى في الفاكهة ترس في الأطباق بعد ما تشطفيها بقى وكده تسبيها تصفى فيها حلوة اوي يعني كمان زي ما احنا شايفين. هنا كمان طبعا بقى منظم بتاع الغطيام والعزيز والحلل والكلام ده حلوة او البلانشة بتاعة التقطيع جدا جدا جدا. كمان اللي حلوة اوي بجد المبشرة دي بتاعة البطاطس موجود طبعا عندنا هنا منها في مصر اذا بعلتو لكم طبعا سعرها عامل خمسين جنيه. حلوة جدا بتقطع البطاطس والبصل والجزر والخيار كل الحاجات دي كلها وكمان سريع جدا في الاستخدام. طبعا كل المنظمة دي يا جماعة عشان الناس بتاعوا تسألني تحت في الكومنتات المنظمة دي بقى نلاقيها فين وكده. موجودة طبعا مسلا في محلات بقى مستلزمة جهاز العرايس. وكمان محلات البلاستيكات الكبيرة او لها عبارات الكبيرة او المنات الكبيرة موجود فيها كل المنظمة دي. تقدر تاخد اي حاجة بالمنظمة اولى ادوات اللي انت نفسك تشتريها. واتوريها لصاحب المحل مسلا بتاع بقى جهاز العرايس دي ما قلتلكم وكده. ومنتهى سهول هيقدر يوري لك كل الحاجات دي. الحاجات دي يا جماعة بقت متوفرة بكميات كبيرة جدا عندنا هنا في مصر حتى الشوارع عندنا هنا في مصر. ما شاء الله مليانة كميات كبيرة جدا بالناس اللي ببيع حاجات منظمات زي دي. شايفين بقى الشنطة بتاعة الاقطة وكمان فيها اماكن كده للتهوية. طبعا فيه ناس بتحب تربيت الاقطة والحيوانات وكده. الا اكتر حاجة عجبتني بقى النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة هي الفرشة السحرية دي اللي بتنظف بقى شايفين بقى الحاجات السودة اللي بتبقى من بتطلعش خالص في البوتاجاز او الحلال البيضة. عجبتني جدا جدا جدا. شايفين بتخلي الحاجة شكلها بيلمع بطريقة بجد سحرية جدا. حلوة قوي قوي ما شاء الله. دلوقتي بقى كمان شايفين عجبتني جدا اكتر حاجة عجبتني في فيديو النهاردة هي الليفة السحرية والفرشة السحرية دي. انا عن نفسي نفس الصراحة اجيب واحدة زيها. هنا كمان بقى دخلنا على المنظم الحلو ده. تقدر يعني فيها معنات تطبقي فيه كده مسلا شوية حاجات كده مع بعض. زي ما احنا شايفين بيعمل مسلا زي شربة خضار كده يعني. طبعا السبت ده بقى بتاعي الهدوم تحط فيه مسلا برضو ممكن تحط فيه شوية سبا او آآ شنط في المبخ عندك اللي هي الشنط بقى بتاعت القمامة وكده. تعال لقي كده في الغازات تحط فيه شوية هدوم زي ما شفنا حلو جدا. كمان المنظم بتاع المناديل ده جميل جدا برضو. حلو جدا. وبتحطي كمان في الجنب التاني ده كده تقدر تحط فيه جزء الشنط وجميل جدا زي ما احنا شفنا كده دلوقتي مع بعض. دي طبعا بقى زي مفرومة كده اللحمة للطماطم تعمل عصير بتخلي البزر في جنب وكمان العصير في جنب. حلوة جدا دي برضو. موجود منها كمان برضو دي ادوية وموجود منها كمان ادوات قهربائية حلوة قوي برضو. هنا كمان بقى المنظم بتحط في الحيطة ده وبيتدارك كده متتعرفيش. يا ممكن طبعا تشقلي بيها كده ما بحيث لو جاي لك ضيوف او حاجة زي كده وما تبيش حابة تبايني ايه اللي موجود فيها. حلوة جدا شايفين بقى. بتلفز ازاي ادوية بجد شكلها حلوة جدا ومنظم قوي قوي قوي. طبعا كل المنظمات دي يا جماعة حلوة بتسهل عينا حياتنا اليومية وكمان في ناس بيحبوا الحاجات بقى للادوات اللي بتطلع جديد كل يوم والتاني دي. انا عن نفسي طبعا برضو كل وكلنا بنحب التجديد والتغيير. فاي عشان كده حلوة جدا. هنا طبعا بقى بيزابها في شونات القمامة لكل الناس طبعا ما بتحبش الموضوع ده خالص. شايفين بقى المنظم ده عامل ازاي? شنطة كده وبيبقى لها يد من فوق وتقدر يتشيل بيها كل الحاجات. دي الحنفية برضو اللي انا جبتها دي عاملة عندنا هنا في مصر بس ضبطة عشرين جنيه. سعرها حلو جدا وكمان بتنظف معاك بمنتهى السهولة فعلا. يعني طبعا بزاب بقى لو مية عندك ضغطها شديد وكده بتنظف بمنتهى السهولة مفيش بعد كده. عجبني قوي بقى البتاع اللي عاملة زي الفارة اللي بتمسح. وبتطلع صبوم كده بتمسح. شايفين يا طبعا ديها دويا كده موجودة متعلقة كده بتتعلق فوق كده. وبتمسح بمنتهى السهولة زي ما شفنا كده دلوقتي مع بعض. دي كده كمان برضو اللي بتخسل كده طبعا دي بتحط فيها شوية بريل المواعين وبتركب معاك كده في الحوضة عادي. شايفين بقى القطاع الحلوة دي بتاعت الاناس بقى والبطيخ وكده. سريعة جدا وحلوة وبتاخد كمان شكل حلو. كل القطاعات دي برضو يا جماعة متوفرة عندنا وبس اسعار عادية. هنا برضو بقى دي بقى اللي بتمسك اي والموبايل بيورينا كمان بتمسك الجزاي شكلها حلو جدا. وكمان بتثبت الحاجة بمنتهى السهولة بتاخد الوضع اي وضع انت هتحط فيه الموبايل او اي جهاز معاك او التابلت او كده هتمسكه بمنتهى السهولة. هنا كمان دي برضو قطاعها كده لها اشكال كتير زي البطاطس والخيار والبصل والجزر والفلفل وكل حاجة. شايفين اشكالها عاملة ازاي اشكالها كتير طبعا حتى البيت كمان ما سبيتهوش. يعني كل الحاجات دي بتعملها. دي كمان كده زي تلاجة صغيرة تقدر تحط فيها حاجات كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وبتشحن معاك بمنتهى السهولة كمان. صراحة عجبتني جدا جدا. كمان برضو بقى المنظم العامل زي الشماعة ده حلو كده. خاصة طبعا بقى لو انت عندك الدولاب بتاعك دي او بكده هتاخد معاك كمية كبيرة جدا وتقدر تحطيهم كاف وبعض بالشكل ده. وكمان بشكلها منظم كده يعني مش بهدلة الدنيا في البيت ولا كده بالعكس. هي منظمة الدنيا بمنتهى السهولة. وامت دي كمان شكل جمالي حلو جدا. دي طبعا كمان هلرست التوم احشوفنا في اول الفيديو شايفين بتهرس التوم بكزا طريقة. يعني مش فص واحد بس او اتنين بالعكس تعمل كيمياء كبيرة جدا. طبعا ده الورع بقى اللي هو ضد المياه والنار حلوة اوي اوي بجد. ناس كتير اوي جابته وجربته وموجود طبعا في كل البلد يا جماعة. مفيش حاجة اسمها مش موجودة انت لو سألت هتلاقيه. وكمان ده كمان احسن حاجة فيه ان هو مش بيسيب اثر تحته. يعني بيشال معاكي بمنتهى السهولة وزي ما احنا شايفين كده ضد المياه وضد النار. بتجدارة يمسحيه بمنتهى السهولة وما بيسيبش اثر. شايفين حتى كمان على البوتاجاز لزيته بمنتهى السهولة زي ما احنا شايفين اهو. وبيشال كمان بمنتهى السهولة. ومدي كمان شكل جمالي حلو جدا. طبعا لو وصلت لي هنا للفيديو ما تنسيش طبعا ايا اللايك والاشتراك في القناة. وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. وطبعا بتأسف لكم للمرة التانية والاخيرة كمان على صوتي. ادعو لي كمان بالشفاة وان ربنا يتم شفاة على خير ان شاء الله الفترة الجاية بكون احسن من الاول. بس الحمد لله يعني انا بطمن كل الناس اللي بتسأل علي ان انا بيت احسن من الاول بكتير. الحمد لله والشكر لله. هنا شايفين برضو بقى ده اللي عامل عندنا زي الباور بالزبط. بينظف البتجازات والاسطح والحاجات دي بمنتهى سهولة. زي ما احنا شايفين كده. حتى الابواب الخشب بينظفها بمنتهى خشب بقى ولا متايل وستنلس وكده. حلو جدا. يعني شايفين ده اكيد مسلا النوع تاني كده مش موجود عندنا. احنا عندنا هنا مسلا الباور بس الباور الى الاسف امشيش مع الاستنلس كويس قوي بيسيف فيه بوعا كده. هنا ده كمان كده منظف للعمشة حلوة قوي بتورينا كمان مجرد بس البخة الوحدة بيجيب نتيجة سريعة جدا. ده عامل زي السترس ممكن بقى. السترس برضو موجودة عندنا دلوقتي في مصر. حاجة اسمها السترس فعلا تحفى يا جماعة. هو مفعوله زي الباور بس كمان ما بيأثرش على الانسان زي الباور. الباور اقوى بكتير يعني. اثره صعب اوي. طبعا المنظم ناخد شكل الوردة ده كمان متوفرة. كانت يا جماعة عاملة والله في حد خمسة وتلاتين جنيه. يعني ما شغالية خالص. هنشوف بقى كمان ترتيب الدولاب هنا كمان الوقتي بقى عامل ازاي? شكل الجبات دي حلوة قوي. بالترتيب كده في الشماعة الحلوة المنظمة دي. شايفين بقى الشفزات طبعا بقى لكلنا بنعاني من الجزامات بتاعتنا بتبقى مليانة بشكل يعني غوفر قوي. هنشوف هنا كمان بقى الترتيب بتاعها بقى ازاي? طبعا دي كمان المسكة بقى بتاعت البراعع والستاير وكده. بتمسك بمنتهى السهولة كيب تقدر تعملي اي شكل في السطارة يعجبك. كمان المصة اللي عاملة زي بتاعة الموعين دي بقى المصة بتاعت الموعين بقى والأطباء وكبات وكده موجودة هنا كمان عندنا في مصر. انا شفتها يعني موجودة هنا كمان يعني وريبة مني. وموجودة مع كل الحاجات دي متوفرة ما شاء الله ومنتهى سهولة يعني. ده بقى الكيس اللي بينلم الوبرة من الهدوم حلو جدا. ده كمان برضو طبعا منظم دوار شكل تاني او. التاني طبعا كان ما شاء الله كزا دور وده دور واحد بس. وشايفين بيمنع ان الماء تدخل كمان جوية يعني عشان ما تقلوش من الحكاية دي وكده. طبعا دي كمان حنفية تاني لها الشكل. الحنفية دي طبعا بقى زيتها النية طويلة. بتلف معاك كده زي ما انتم شايفين كده بالسلك طبعا بتاعها طويلة. انما التانية بتبعي سابتها بس في الحنفية. هنا شايفين برضو المروحة اللي على قد شخص واحد دي حلوة جدا. طبعا تنفع بقى في الحر وكده. وكمان شايفين بتتطبق ازاي بتتحطف في الجيب كده بمنتهى السهولة. طبعا يا جماعة منظمات وادوات المطبخ دي عالم كبير. يعني مهما دخلنا فيها اما بنخلص. ما شاء الله يعني كل يوم بيطلع منظمات وادوات للمطبخ كتير جدا باشكال وصور مختلفة. شايفين برضو بقى اللي عمنا زي شكل الشماعة دي بقى دي بقى تنين في واحد يعني التانية كانت واحدة بس دي تنين في واحد تقدر طبعا تحطيها في البلقونة عندك. وكمان ممكن تعالي وتنشر فيها هدوم كده زي الشرابات زي ما شفنا دلوقتي. حلوة جدا. وكمان بقى منظم البرانشات ده وفط المطبخ حلو هاوي برضو. طبعا برضو الفرشة السحرية دي كمان موجودة. الفرشة انت بتقدر تفتحيها من فوق وتحط فيها البرل بتاع المواعين. وتخسر بيها الباقرة بمنتهى السهولة متوفرة برضو. والصراحة برضو الحامل بتاع المقاشات والشرشوبة وده حلو جدا وكمان بيسهل عليك يعني ما يفضلش كده المقاشات بقى والمستحات والكلام ده كله كده مرمي في ايه مكان لها بالعكس بتنظم الدنيا كويس جدا. دي انا قطعت البطيخ كمان عملولها واحدة كبيرة اهو زي ما احنا شايفين. يعني فينا سبعة متحبش تجول البطيخ روهو كده ايه كبير كده بالشكل ده. شايفين بقى طبعا المساحة دي برضو عاملة ازاي? يورينا ان هي بتمسح الحاجة يعني ما بيسيبش لقطة واحدة على الارض. جميلة جدا. هنا كمان برضو بقى الحافز بتاع الاحزاق او الجزامة دي شكلها حلو جدا. شايفين شكلها عامل ازايقات دي بجد شكلها حلواوي. برضو هنا بقى طبعا احنا اجيبنا الشماعات دي بكل اشكالها وصورها والوانها. حلوة جدا جدا. دي كمان تنفع بقى العرايس اللي لسه بتجاهز نفسها. طبعا كل عرايس دي ما بتعاني من الشماعات بتاعتها مش موضية عندها في الدلاب. فدي تبقى حلوة جدا مسريعة كمان معاه. شايفين طبعا بقى التشورتات اللي بتبقى ضد المية وضد النار والحاجات دي. ناس كتير لو يعني حباها ومعجبة بيها يعني. لو انها طبعا يعني مش اننا هلبس تشورتة ضد المية للدرجات دي يعني. دي كده هي طبعا بتبقى يعني في ناس كده بتجيب الحاجات دي تحطها عندها في العربية. بتتهز طبعا مع الحركة وبعد كده بتبقى سبتة. يعني الحاجات دي طبعا معظمها بتبقى موجودة في العربيات. شايفين بقى هنا بقى برضو كمان بقى زيزة العربية. بتلمعها بمنتهى السهولة ازاي? ده كده منشر بس بشكل مختلف عجبني اوي اوي بجد. شايفين على قد مسلا في وقت المباخ حاجات اللي ببهاب بقى الصغيرة شكله حلو اوي بجد. يعني انا اصطراحة اقطع انا اول مرة اشوف المنشر بالشكل ده. دي طبعا برضو التشورتات اللي ضد المية بيتأثرش بقى اي حاجة خالص يعني. طبعا لو وصلتوا هنا للفيديو اتمنى طبعا يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية. واسبكم بعد كامل الفيديو دلوقتي مع نفسكم ومع السلامة. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة.